بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله راح أعرض لكم مشلون تصميم حق الاسايمنت أو طريقة الاي بي اي ستايل في البداية راح نطقي على كلمة البيج عشان حق السايز مثل ما طقيت على كلمة الاي فور لان انا دكتور طالبة مني هذا الشي ثاني شي بعدها راح تختار عشان حق الهدر والبيج نطقي على كلمة الهدر وتختار التاسك اللي بيه فتكتب التاسك يكون كبتال لتر كل التوبك يكون كبتال لتر بعد ما نخلص من التوبك راح نضقي على كلمة النامبر ونخليه بالرائت عشان يكون يمين الصفحة وبعدها راح نضغط على كلمة اوكي يعني ما نخلص من هذا الشي لازم تكون في بداية الصفحة راح تكون التوبك والاسم وال AUM University راح تلكتب وشي راح نكتب التوبك بعد ما نخلص من التوبك راح نكتب الاسم اللي موجود بال ID يوم نخلص من الاسم اللي بال ID راح ننتقل نكتب AUM حق صفحة ثانية يعني هو AUTOMATIC اول ما نطقع الصفحة الاولى نحط فيها الطوبك راح تصير ويانا الصفحة الثانية والثالثة والرابعة او الحسب كمية الموضوع اللي انتكاتبينها بس انا طبعا ما صاروا اياي فرح تكتبونا انتو مرة ثانية اذا طلع عندكم الثانية صفحة راح تتكون من الابستراكت اللي هو التلخيص حق الموضوع اللي بتكتبونا او اللي تكاتبينا بالاسايمنت فانا راح اكتب طبعا اي شي عشان اختصار للوقت وهذا معنى التلخيص بشكل عام او الابستراكت وطبعا راح احدد على الكلام الكلام اللي انا كاتبه عشان اخليه كله بخط عشرة ومثل التوبك والاشياء الرئيسية راح اخليها اثناش وطبعا راح ننتقل حق صفحة الموضوع اللي انتو كاتبينا بالاسايمنت راح نكتب اول شي الموضوع توبك اول احرف تكون كبت اللتر اما باج الاحرف لا عادي فراح نكتب الموضوع مثلا كامل فهما هما الاختصار للوقت راح نكتب اي كلام او اي شي عشان نختصر الوقت وطبعا لازم عند كل بداية فقرة طيقة وخمسة سبيس انا كاقل تقدير خمسة سبيس عشان ابين ان هذي فقرة ثانية ولازم تخلوهم بين كل فقرة وفقرة تغريبا خمس اسطر اربع اسطر اللي يريحكم بس اهم شي ان يكون بداية الفقرة فيها خمس مسافات على الاقل والحير راح ننتقل حق صفحة صفحة الاخيرة اللي هي صفحة الرفرنس صفحة الرفرنس راح احطلكم اياها اللي هي راح يكون من الكتاب انا ما اخذ الرفرنس من الكتاب وحطيته واحطيته عندてهم طين مني عندكم şimdi عشان اللي هيستفيد منها سطر وسطر اللي هو 2 point ناس ما قام نسوي لكم مياد طريقة حاليا وهذا الموضوع اللي حين راح ارضه لكم اللي أنا قدمته وسويته سابمنت بالمودل وبالاخير يعطيكم العافية على المشاهدة وأنا غير مسؤول عن أي غلط أو أي شي كان بالموضوع أنا ما سويته أو أي أن كان أنا اللي عليني وصلت اللي عرفه ويعطيكم العافية على المشاهدة